أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ في لقاء خاص للعربية أكد المضي قدما للتوصل إلى قرار ينهي الأزمة اليمنية والعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار زيارتي تهدف إلى طرح الأولويات التي ترمي لنزع فتيل الصراع في اليمن وسنمضي قدما للتوصل لقرار لنزع فتيل الأزمة وإيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار والتوصل إلى حوار وهذا ما سيكون محور تركيزنا من لندن يلتحق بنا محرر الملف اليمني بصحيفة الشرق الأوسط بدر القحطاني سيد بدر مرحبا بك معي في نجات الرابعة من الرياض دعنا نبدأ بملف الأزمة اليمنية محاولة إنهاء هذا الملف الحديث لتيموثي ليندر كينغ نشد دورا من دول المنطقة لإنهاء الأزمة اليمنية ما هو هذا الدور الذي يتمناه على دول المنطقة تيموثي ليندر كينغ برأيك مساء الخير عزيزي نعيب ومقابلة رائعة جدا صراحة ومهمة وكعادة العربية يعني دائما تتحقنا أعتقد أن كل الأطراف الدولية تعول على دول المنطقة خصوصا الوساطة السعودية بمشاركة عمانية التي دفعت بملف الأزمة هذه إلى الأمام من الناحية السياسية وما قبلها أيضا عندما نلاحظ أن هناك وقف لإطلاق النار تم في عام 2022 بالتوازي مع مشاورات الرياض صحيح أنه لم يستمر بشكل معلن لأن الحوثيين رفضوا الخطة الأممية لوقف إطلاق النار ولكن هناك نوع من التزام من الحكومة اليمنية ووقف إطلاق النار وهناك نوع من التزام الحوثيين بخفض التسعيد وليس ووقف إطلاق النار لماذا خفض التسعيد؟ لأنهم هاجموا موانئ النفط اليمنية التي تدفع عن طريقها الحكومة الرواتب وهذا هو المأخذ الكبير على الحكومة لأنهم لم يلتزموا حتى هو ذكر بأن الوقت وقت الحوار في الواقع يقول بأن هناك تحشيد أمريكي في البحر الأحمر أكثر من ثلاثة ألاف جندي موجودين في البحر الأحمر سفينة أيضا كذلك برمائية سفينة إنزال وبالتالي وهناك طبعا تهديد حوثي بالسداف البحرية الأمريكية في البحر الأحمر هل نتوقع تسعيد خلال الأيام القادمة برأيك؟ أعتقد هناك قراءات عديدة لهذا التحرك الأمريكي ولا ننسى أيضا مثل ما هناك زيادة للعتاد العسكري سواء بالمعداد والقطع البحرية أو بالجنود هناك في المقابل تفاجعنا بصفقة أمريكية إيرانية لإطراق رهائن مقابل إطلاق أموال فلا يمكننا التنبؤ هناك من يعتقد أن الولايات المتحدة أرسلت هذه التعزيزات لرجع الاعتداءات الإيرانية على السفن في مضيق باب المندب في بحار المنطقة هناك من يقول أيضا ربما لا تضمن واشنطن حكومة نيتنياهو التي قد تهاجم إيران في أي لحظة فتريد أن يكون لديها الحد الأدنى من الاستعدادات هذه كلها قراءات وبالتأكيد يجب أن نتساءل عنها أيضا في ذات اللقاء المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيموثي ليندر كينغ ندد في لقائه الخاص مع العربية ندد بممارسات الحوثيين تجاه اعتقال المدنيين معتبرا ذلك مخالفا للأعراف الدولية نستمع أعتقد أن عملية إخلاء صافر كانت إنجازا عظيما وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق دون اتفاق أطراف الصراع وأشكر الحكومة اليمنية للدعم الذي حضينا به وهذا سوف يزيل الكارثة البيئية ولكن العملية تمت بصورة ناجحة ولا بد من وجود اتفاق لتحديد مصير النفط المنقول من الناقلة صافر بالإضافة إلى أن نفط الناقلة صافر يجب أن يعود للشعب اليمني عبر صيغة تفاوضية واضحة سيد بدر هل كان تيموثي ليندر كينغ مقنعا في إجاباته بخصوص ناقلة النفط صافر ومصير ناقلة النفط الجديدة التي نقل إليها النفط الذي كان موجودا في ناقلة صافر أعتقد خاض تيموثي ليندر كينغ وجميع سفراء الدول الصديقة للسلام في اليمن العديد من الجولات الإعلامية أو السياسية والدفع بكل الجهود لكي يتم تحييد خطر صافر كان الاتفاق في السابق أو كان الخلاف في الأساس على لمن يذهب النفط فاتفقوا في البداية على تحييد هذه المسألة لما بعد نقل النفط وأعتقد الآن بدأت مرحلة أخرى يعتقد فيها المجتمع الدولي أن هذا النفط يجب أن يعود الشعب اليمني ولكن لابد أن نتعلم من الدروس في هذه الأزمة نحن نتذكر أن هناك قرار أممي باتفاق الحديدة أو اتفاق ستوكول كان يجبر الحوثيين على دفع الموارد التي يتم التحصل عليها في الحديدة إلى رواتب موظفي القطاع العام لم يلتزم الحوثيون بهذه المسألة فأنا أتمنى أن لا يكون هناك أي اتفاق على هذا المنوال وبالتالي ستذهب هذه الأموال من وسط البحر إلى المجهود الحربي الحوثي وإذا كانت تذهب الحوثيين ويدفعون بها الرواتب أو تذهب إلى المواطنين فلا بأس ولكن المشكلة أن الجماعة الحوثية لا تستطيع حتى أن تهادن ولا حتى أن تلاعب سياسيا أو حتى أن تعطي معونات شكلية سواء الموظفين للقطاع الحكومي أو حتى عموم اليمنيين من خارج الجماعة ومن يسيطرون على القرار في مناطق سيطرتها دعني أعود مرة أخرى لنستمع لتنديد المبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينغ باعتقال المدنيين مبارسات أيضا كذلك الحوثيين ومخالفتها للأعراف الدولية ثم أعود للسؤال فيها هؤلاء المساجين هم مواطنون يمنيون وما من عذر لتلك المعاملة السيئة من قبل مجموعة يمنية إزاء أقرانهم من اليمنيين ونطالب بإطلاق سراحهم بصورة غير مشروطة ولا مبررات جاه استمرار الحوثيين في اعتقال مواطنين يمنيين سيد بدر كيف ستضغط واشنطن على الحوثيين لمحاولة ضبط هذه الممارسات المخالفة للأعراف الدولية أو أيضا حتى لإجبارهم على الانخراط في عملية سلام شاملة في اليمن مبدئيا واشنطن من فترة طويلة والمبعوث الأممي الأمريكي نفسه كان يندد دائما بمسألة اقتطاف الموظفين ولكنهم موظفون محليون ولا أعتقد أن واشنطن تبدل الجهد كما لو كانوا مثلا مواطنين أمريكيين فقط لنكون وضحين وقالها في المقابلة بالضبط الأمر الآخر مسألة الضغط على الحوثيين لطالما قلنا أن على الخارجية الأمريكية أن تفتح الأدراج وتخرج الأوراق لأن لديها من المعلومات ومن الوسائل الناعمة التي تستطيع أن تضغط بها على الحوثيين إلى أبعد درجة ممكنة سواء مصالح قيادات سواء تفكيك شبكات لجرائم مالية وغيرها على واشنطن أن تضاعف الجهود باعتقادي لهذه المسألة لأنها السبيل الوحيد الذي سوف يجبر الحوثيين على انخراط بالسلاق لأن الحوثيين حتى اليوم يعتقدون أنه ما زالت هناك فرصة للتقدم العسكري لهذا السبب نرى التهديد لهذا السبب نرى اللغة التصعيدية مع العلم أن الحوثيين أبرز المستفيدين من موقف إطلاق النار إذا تذكرنا استراتيجية الدفاع في عام 2021 في شهر نوفمبر كانت قاسمة وحاسمة في هذه المسألة وهي التي باعتقادي جعلت الحوثيين يذهبون إلى مسألة وقف إطلاق النار قبل مشاورات الرياضة أشكرك جزيل الشكر من لندن محرر الملف اليمني بصحيفة الشرق الأوسط بدر القحطاني لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات